مرحبا 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 بلشت نهارنا ببرمينا و نيس تحكي عن فرن بطروني أهلا وطعم بخير شو أكتر شي مختص؟ شو سبيسة اللي تا عندك؟ على ماكسيكين تشيكن أي نتميز فيه نحن ستيك فيلادلفيا و نيس تاكل ماكسيكين تشيكن فيلادلفيا عبوكرا عبوكرا وعشرين منقوشة على خبزة منقوشة مشروحة وعلى سبيسياليته مندو أول شغلة فتلي نوزاري أن غير الزعتر والجبنة يلي هلأ واصلي فيه سبيسياليته متل المكسيكين يلي نيس تطلعون عبوكرا الصبح صحيح إليك تعرف خفيفة مرنها تقيلة أبدا هايك فيها طعمة حليوة صغيرة ما ينازل بقلبة بتزيد هالجوسينيس بوزة شناسيم بوزة تاريخية الناس تطلع لبريمانا بتعرف أنه لازم توقف تدكو بوزة مشهورين بشي معين؟ جميلا بكل شي بس العشطة أكتر حسنا وي برمانا بوزة شناسيم تبعد ربع سنة عن بيروت مدينة اسمها برمانا بلشنا هون عند فرن أبو فاضل يلي هو أشهر من أن يعرف جينا على أساس في منقوشة زعتر طلعنا مع بينا طاولة كبيرة سمسم مع سكر اللبنة مع زعتر مع خضرة الجبنة وزعتر مع خضرة بالنص بلغارة وأشقوان قد ما بدكن أشياء ولقمتهم بتعقد وأهم شي ما ننسى الزعتر المبرومة يلي هي شوية متل الكروسان لبناني نزالتون فاكرين تعرفوا على برمانا رح نفعجيكم نعم بغير منظر برمانا اليوم نهارنا برمانا بيبلش بها الترويقة العظيمة اكس باندكت سومون بانكيكس الترويقة اللبنانية مع لبني حمص منقيش وفواكب الآخر فيها تصير بلبنان بالجراند هيلز 15 دقيقة بعيد عن بيروت بمنطقة اسمها برمانا 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 4131 متر مربع بسنتان مطبخ جيم 8 وابع وطاولة صفرة يمكن عشر مرات طاولة صفرة عنده بالبيت هيدا قتال بقلب قتال اكبر سويت بالعالم وموجودة هون بلبنان بالجراند هيلز برمانا 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 اكتر بكتير من احنا منعرف وخبرنا عمنا نحنا موجودين بمركز امارة ابو اللمع وقت اللي حكمو لبنان فبرمانا هي وجهة سياحية مميزة فيها المطاعم والمقاهة والملاهة وفيها التجارة وفيها كل انواع المصارف يلي هي منتشرة في كل برمانا انطلاعا من هالواقع كمان عندك اكبر مؤسسة عالمية يلي هي الجراند هيل وفي الفنادق العريقة يلي هي عمرها فوق المئة سنة وفوق المئتان مميزة 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 وبعدها برمانا هاي تكون عم تخدم برمانا ولبنان وشرق الاشر بالصيف عنا هاس اماركام كمان بيجلب عدد الكيس بيض من الطلاب خيرجي وداخلي خوّلها الالف طالب عندنا نشاطات طربوية ورياضية اليوم نحنا بالدورة الـ 75 انطلاع لدورة برمانا المحالية لكرة مدرس نحنا اليوم عنا 52 مشترك بهاي الدورة وهذا الدورة بتصير كل سنة على مدة ثلاثة جماع بين شهر قموز وقام بيبرمانا مطعب السمونير من بعدها نهان كتير حلو وقفنا تناكل لقمة لبنانية بتبلش بالمدردرة حمص لبنة فاتوش واكيد النيّة بخبز طازة صخن هلق طارع من الفرن فنغضى قبل ما نكفي وبقيين العشية مطعم فتح سنة 1982 اسمه فخردين مشهور بلقمة طيبة المميزة الحمص اكيد اللحم النيّة صحن الخضرة السمك الطاجم بيبرمانا مع هالمنظر الكتير حلو رح اتغدى لان بعض الظهر عنا كتير ايشة بعض مانا عبره يعني هول النيّة المونيك ما بعرف إذا لقلي أو لا بس النور بيبرمانا في جدنة للشوكولات حاولك موضة في لبنان وراب اندرول اذهب برمانا ماذا هي راب اندرول راب اندرول راب اندرول راب اندرول راب اندرول نحن نتحدث عن العربية لأنني جاي من أمريكا ولكن نحن ندوء الآن رابس اللي بيعملوهن هون حبيت ممتين؟ يعني بعض الدرق إن شاء الله يضال هون كل صارفية إذا لا، لمنطلش عليه بلبنان نحن وقفين قدام كنيسة مرشعية كنيسة مرشعية اللي شايفينها هلأ هي للرمو الأورتوديكس قبل ما تكون كنيسة مرشعية والقرون السابقة كانت قلعت اليعاطرة اليعاطرة هن القراصنة العرب هن كانوا يعملوا هجوم على الفينقية هاي القلعة قديمة كتير قبل المسيح وبتشوفوا إن هود الفتحات هن فتحات للقوصن الشاب هي القلعة كتير قديمة وهي الأساس طبعا برمينها كانت موجودة من زمن تاريخ القلعة أكيد الي هو بساطة كنيسة هلأ هو بساطة مرتبط بالسنديانة الموجودة وراكم السنديانة هي كتير قديمة يعني بقولوا ألف وخمسمائة سنة بس إذا بدأ تعمل سير فيش بيبكن أقدم من هالأد أعلم اللحم لك تفرجيني هولو وراق تبع البيت ووراق تذاكر اهلك يلي هن من برمانة وان بتقول تسجلكم البيت سنة 1903 هيدا اقدم بيت برمانة يعني اكيد معمر قبل اكيد بجوز فيه كمان اقدم منه لان هادا اللي بعده عيش لان فيه ناس كتير قدم حبطوهم تعمروا مطرحهم موسيقى 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 خلتنا نفوت على بيتك بس ما كنت عادة فحشوف شيء هل قدي حلو مدحف يعني ما فينا نقول مدحف بمعنى الكلمة بس انا حبيت حافظ على المبنى اللي صار عمره فوق المية و 25 سنة هيظل متمهوي ونعمله احسن يعني يكون للمستقبل اجيال تعرف كيف كان لبنان نحن اللي قالنا جيل جيلنا برمانا كانت يمكن واحد بيتلع بيكل بوزة بيتعشى بواحد من الستوران بس كتير اللي اللي بتعرف برمانا هالقدة عديمة هالقدة فيها الدريل برمانا قديمة كتير يعني حتى هون كان فيها مركز امارة سنة 1840 يعني ما مش انه كانت كان الى اهميتها تاريخية موسيقى غير الاشه اللي معروف نستعملها ببرمانا و اهم خبرني عن الجروب تابعهم اوكي نحنا برمانا هاكين جروب نحنا بنستقبل العالم يجو اهلا وسهلا فيهم عبرمانا من ماشيون التريل بدونيها يتعرفوا عالبيقه عنا يتعرفوا عالمنطقة عجمال المنطقة نحنا كمان ما بناخد شي من حدا نحنا كمان ما بناخد شي من حدا ومتل ما قلتلك اللي بدو يجي يمشي عالطرقات اهلا وسهلا فيه عنا نحنا كزا لفل بالتريلز قادرين نستقبل اعمار من اصغر عمر لا يكون طب فروفشنال نحنا اليوم على طريق الاتراك صحيح ما متخبرن هي طريق من بعبدة لابرمانا كنش تعملوها اسمانية من زمان صح مية بالمية قليل ما تفوت على محال هيك مثل مغارط علي بابا كل شي بتلاقوه كل الغراط فوق بعضهم وكريم لدرجة الجوارين مفتحين واحد بدو لوز في دوق فستو كامان وورا الحلوم من جميعو والشوكولا كامان فبعدو فستو فستو كل هون المعمولين عندك كل هون هون بنعمل عنا جوا كل هون عرشي صخنين شوي كل هون صخنين حقا هاي جورج بتذكر قوتل فرنتانيا من انا وصغير كانوا اهلي يجبوني لهون نحنا اليوم بالقوتل كبرنا ولا القوتل كان مبني بالالف تسعمية واربعة سبتين جدي عمرو رجع بعدين بيب الف وتسعمية وواحدة وتسعمية وواحدة وتسعين كبر القوتل حمل الانكس وبالالفين وخمستاش انا عملت البرنتانيا غاردن نرجع نعيش برمينا ونرجع نعيش هالقوتل هتحت البرنتانيا غاردن عنا ست مطاعم فيك تجي عليهم من الساعة 12 بعض الضهور لساعة 12 اخر اللي وانت هلأ بميلانا تلطورية اكيزيرية وبدى داو اكليب زمان علي يلا يلا صحتين تانكي تانكيو عنهار اهلا و سهلا فيك مدينتكم بتعقد بس ما رح نفل رح نصهر لحن نشوف لاجوع عشيب مية بالمية موسيقى كلا اليوم اكتشاف لانتعرفت على برمينا من غير وجهة نظر سياحيا تاريخيا ثقافيا اكتر بكتير من مطاعم وقتلات برمينا اليه كتير قريب من بيروت لازم كل واحد منكم نجي يزوره انا اليوم صهران هون شيرز من التعب الحلق الجاية والعان اليوم صرقم انا نشك شكرا باصل حتى قناة يوآ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة